الليغا لا زالت ممكنة هكذا عنوانت الصحف الإسبانية بعد الكبوات المتتالية لمتصدر بارشلونا الذي كان يبتعد بفارق كبير عن منافسه المباشرين أتلاتيكو مادريد والريال كل متتبع البلاوغرانا لم يتوقع السقطات المفاجئة لحامل اللقب الذي أرعب خط هجومه جل الأنديا المحلية والأوروبية حتى الخسارة التي مني بها الكتلان على يد الغريم التقليدي في لقاء الكلاسيكو وبالكامبنو لم تكن لتؤثر على وضعية الفارق في الصدر لكن الهزيمتين المتتاليتين في الدور قلصت الفارق بينه وبين مطارده ليتعادل مع الأتلاتيكو في النقاط مع فارق الأهداف وبنقطة واحدة عن ريال مادريد بعد النكسات المتتالية في الدور وخروج المر من ربع نهاء العصبة وعلى يد الروخ بلانكوس أدخلت الشكوك في قدرة أبناء الويسان ريكي في الدفاع عن لقب الليغا وإمكانية إحرازه للقب كأس الملك التي بلغ نهايتها والتي سيواجه من خلالها إشبيليا شهر ماي المقبل لكن سرعان ما رد ثلاثي البارسا الأمسين على كل الأقاويل بعد صحوتهم الأخيرة ضد دي بورتيفو لكورونيا اكتسح فيها رفاق فيصل فج بثمانية نظيفة رغم ذلك المطارد الأول أتلاتيكو مادريد لم يضيع فرصة المنافسة على البطولة وضيق الخنق على صاحب المركز الأول بانتصار خارج الميدان على أبناء الباسك بهدف وحيد وبالنسبة لريال مادريد فبعد أن كانوا مبتعدين بفارق 12 نقطة عن الصدارة عادوا بأدائهم الهجوم القوي لمزحمة أصحاب المقدمة بعد أن عرف الربان زيدان كيف يخلق التوليفة المناسبة والتي مكنته من العبور إلى دور النصف من عصبة الأبطال وواصلوا سلسلة انتصاراتهم بثلاثية جديدة في مرمى فيا ريال الصراع محتدم ومشتعن في البطولة الإسبانية على بعد أربع جوالات من نهايتها حيث من الممكن أن لا يكشف النقاب عن من سيحرز اللقب إلا في اللحظات الأخيرة من عمر الليجة والرابح الأكبر وبالتأكيد عشاق الدور الإسباني الذين سيتابعون مباريات مثيرة ومشوقة